السلام عليكم هكذا تعابير في شيعين مثلك يدعو إلى آل محمد وله منهجية واضحة لا كما تقول ليس له منهجية بل له منهجية واضحة كما أنت الناس كلها تقول عنك ما عندك منهجية ومنهجيتك مو شيء أنا من المتابعين إليك ست سنوات صارت تابعك وراضي على منهجيتك لكن ما يتغق إياك بأنه على منهجك العام منهج أبتر اللي بتابعين أنت منهج أبتر ومنهج الشيخ الغزي الله يحفظه منهج الكوثر وذلة ومواثيخ دي قدم ليش توصف بأنه تقول ذولة ما يصير مولي أنه يدعو إلى آل محمد فهو يعني جيد ها هم الصوفية يدعونا إلى آل محمد بس الصوفية يدعونا إلى حب آل محمد وإلى اتباعهم هو هذا فرقنا عن فرق الفرق الباطلة إنه ندعو إلى اتباع آل محمد وكذلك الشيخ الغزي الله يحبه وانت هم تدعو إلى آل محمد لكن منهجتك بتراك تتكلم على ناس ونفس وهذا خطر وانت تهتهم وعندك مرجعية وفوق عندك مرجعية ونعرف أنه شون نسب يعني النصاب اللي عندك يعني المرجعية ما يكون النصاب عندنا من آل محمد المرجعية نعم شيخنا طيب أولا تخاطبني باسمي مباشرة لا أجد حرجا في ذلك يعني ما كمانع أبدا لكذلك ونحن لا نحترم من لا يحترم آل محمد عليهم الصلاة والسلام هذه لازم تأخذها قاعدة في بالك عنا نحن نتكلم عن أنفسنا نحن مؤمنون مصدقون بما جاء به آل محمد عليهم والسلام من أن طريقنا الوحيد لفهم الدين وتلقيه ومعرفته وتحديد التكليف الشرعي في زمان الغيبة هو طريق الفقاهة والمرجعية لا يوجد طريق آخر هذا ما قاله الأئمة هذا ما قاله المولى صاحب الأمر عليه السلام هذا ما نؤمن به نحن فكيف تريد مننا أن نتعامل مع الذي يلغي هذا الموقع تقول لي كيف يلغي هذا الموقع أقول لك مثلا هذا يأتي يقول للناس أيها الناس أنا أقول لكم أنه لا وجوب عليكم في دفع الخمس مثلا في زمان الغيبة مثلا خلص الخمس ساقط عنكم طيب هل له هو أهلية الإفتاء هل هو مرجع تقليد هل ينصب نفسه مرجعا للتقليد وقد حاز على النصاب الكامل في ذلك كلا هو لا يدعي ذلك يقول أنا أنقل لكم اللي موجود في الروايات وما أدري كذا وإلى آخر بس هو هذا طيب هذا معناه أنه أنت تنصب نفسك محددا لتكليف الناس في مسألة شرعية معينة بغير الطريق الذي رسمه الإمام المعصوم عليه السلام المعصوم قال ما تتلقى الفتوى من هذا وذاك ما تصير عندنا فوضى كالمخالفين تتلقى الفتوى ممن من مرجع تقليدك بس فهو إذن لم يحترم آل محمد عليه السلام فنحن لا نحترمه هذه كجزئية بسيطة وإلا القضية أكبر وأعمق من هذا بكثير القضية أكبر من ذلك وأنت تقول أنك تتابعنا لست سنوات على الأقل كنت تتطبع بطبيعتنا في أنه لما تحاول أن تشكل على طرف لا يكون الإشكال إشكالا خطابيا أو إنشائيا تحاول أنه تأتي بأدلة على كلامك يعني أنت تقول منهجك أبتر ومنهجه كوثر شنو هذا الكلام الأغبر؟ شنو هو هذا؟ يعني هذا وين انصرفه؟ كيف أنت الآن أثبتت لنا؟ كيف تثبت؟ أنت هل جئت بدليل على أنه منهجنا أبتر؟ عجبا لهذا الكلام نحن السيف القاطع للبترية تقول عن منهجنا أبتر؟ على شنو؟ على أضحوكة أنه ما أدري علم الأصول الموجود فيما بين أيدينا هو علم أصول الشافعي كلام هواء بالونات إثارات وفرقعات إعلامية ليس لها حقيقة في سوق العلم على مثل هذا الكلام؟ يقال أنه المنهج أبتر؟ هذا مو كلام ولما تأتي وتشكل وتقول أنه أنت تشبه بالصوفية أنا ما شبهت بالصوفية أنا نقضا على من قال لماذا لا تتعاونون؟ لماذا لا ما أدري تتحدون؟ كلكم تدعون إلى آل محمد عليهم السلام قلت ليس الملاك هو مجرد الادعاء في الدعوة إلى آل محمد وإلا حتى الصوفية يقولون نحن ندعوكم إلى آل محمد عليهم السلام صوفية تعال شوف لهم طرق كثيرة يقولون نحن نرجع إلى الأئمة ولهم مدارسهم ولهم طرقهم وتعاليمهم وأورادهم وحتى فقهم الخاص أيضا ويقولون نحن متصلون بالأئمة عليهم السلام وندعو إليهم مثلا هناك جماعة موجودة في اليمن وفي جنوب الجزيرة العربية نسيت الآن مع الأسف شنو اسمهم ولهم شيخ معروف يعني لا أحباش؟ لا لا أحباش ذو لب لبنان أكثر شيء لا لا يعني المهم هؤلاء يقولون أنه إحنا متصلين إحنا أصلا جعفرية إحنا مدرسة أئمة أهل البيت يقولون ومتصلين عن طريق أحمد المهاجر ابن الإمام الصادق عليه السلام اللي على أساس هاجر إلى العراق ومن العراق حدار إلى العمان واليمن وهالمناطق جنوب الجزيرة العربية ويقول هناك إحنا تلقينا عنه ويجي يقول لك ويصف الأئمة يقول عليهم السلام ولهم أتباعهم ولهم يعني فقهم ولهم حديثهم ولهم كلامهم ولكن ويدعون إلى آل محمد عليهم السلام لكننا لا نتفق معهم ونرى أن دعوتهم هذه دعوة باطلة في زمان حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام العشرات كانوا يدعون الانتساب لآل محمد عليهم السلام منهجا ويدعون إليهم المغالين يعني المفرطين والمفرطين المقصرة كذلك كانوا أيضا يدعون لآل محمد عليهم السلام لكن كلهم الأئمة عليهم السلام أنكروهم فليس الملاك هو مجرد للدعاء الملاك هو أننا نستيقن من أن هذا الذي يدعو إليه موافق حقا لآل محمد عليهم السلام وليس مخالفا لهم بتأويل كلامهم أو بالزيادة والنقيصة في المعاني أو عليكم السلام ورحمة الله أو لمآرب شيطانية أو لبروز ما يريد به سحب البساط من الآخرين يحاول أن يقدم منهجا ذو فرادة مختلف عن المنهج السائد على باطل لا على حق أن للإنسان له أن ينفرد شريطة أولا أن يكون من أهل الاختصاص وأن لا يتقدم على الموقع الفقهي المرجعي في إلا اللهم أنه يتعب على نفسه ويصير مرجع تقليل هذا موضوع آخر وثم ينظر في منهجه محمد حسين فضل الله هم كان يدعو إلى آلي محمد ما كان يدعو إلى آلي محمد شون نقوم نتحد وياه مثلا لا منهجه كان مخالف لكلام آلي محمد عليه السلام أول كلامه فمو مجرد أي واحد يدعو فأنا ما شبهت بالصوفية حتى تقول لا هم أكو فرق بينه وبين الصوفية ندري أكو فرق بينه وبين الصوفية نعرف هذا الشيء إحنا هذا جواب نقضي ننقض به دعوة أحد المؤمنين الكرام في هذه الفيديوهات اللي ترسل أنه تعالوا ليش أنتم ما تتحدون شون نتحد ونحن لسنا متفقين على المبادئ والركائز وثم نحن الآن نرتاح إلى من يكون منعدم المروء بصراحة يعني هذا الذي يذهب لكي يفتش عن صغائر الأشياء ويكون نزق الحقاق بهذه الطريقة ويضخم من هذه الأمور ويحاول يصنع منها قضية وكارثة لتنفير الناس من العلماء مثلا هذا غير محترم هذا منعدم المروءة والإمام عليه السلام يقول نظام الدين المروءة من لا مروءة له لا دين له يروح يطلع مادري مرجع تقليل أخطأ في آية مثلا لما يقرأها عن ظهر يعني من ذاكرته ويكبرها ويقول تعالوا شوفوا مستوى المرجعية عندنا هذا انعدم مروءة هذا هاي سفالة قلة أدب ما أدري أنه تعالوا مثلا نقل الملة هذا علي أنه جاي ذات مرة يقول أنه تعالوا شوفوا هذا المرجع لما كاتب كاتب إن شاء الله دامجها يعني إن شاء الله كلمة واحدة كاتبها وشوفوا شلون إذا ما يعرف اللغة وما أدري كذا وإلى آخره وهو جاهل مع الأسف يضحك عليه خواه هذه اللغة الكتابة القرآنية القديمة الموجودة وفيها مصاحف موجودة وخاصة في البلاد الشيعية كانت أنه كانت تدمج كلمة إن وشاء في الكتابة القرآنية ولأنه كثير من العلماء كانوا معتادين قلمهم ماشي على الكتابة القرآنية يعني حتى لما يكتبون الصلاة تعالوا أنا أطلع لك في المخطوطات عندنا الصلاة يكتبونها الصلاة وهكذا مثل الكتابة القرآنية فكذلك يكتب في الطريقة يكتب إن شاء الله بهذه الطريقة هو هذا أصلا هذا لون موجود في أو نمط موجود في الكتابة العربية القديمة الآن مثلا تكتب شنو في ما في ما كلمة واحدة تدمج مع أنه هي شنو كلمتين أو حرفين في وما لكي لا تدمج شنو كلمة واحدة لكي لا ما يخلون لكي وهي الأصل لكي كلمة وما لوحدها فهذه أصلا فيها مدارس وفيها أساليب شنو اللي صار يعني الآن هس على فرض غلط مع أنه مو غلط أنت الجاهل اللي ما مطلع ما تعرف التاريخ تاريخ الكتابة تاريخ كتابة القرآن أنا مستعد أطلع لك أنه مخطوطات قرآنية تكتب إن شاء الله بهذه الطريقة ومو بعيدة يعني مو بعيدة جدا يعني إلى عهد قريب كان هكذا يطبع عندنا خاصة في الطبعات الحجرية وما شاكل فإنت ما مطلع هس على فرض غلط نفرط أخطأ خير إن شاء الله تقوم أنت تضخم القضية تسقط هذا المرجع تنفر الناس منه تريد تهزأ به على أساس أنه هو يعني بهذه الطريقة واحد يشكل على المراجع لو يشكل بطريقة أهل العلم يتكلم عن قضايا ركائز مو يقوم ياخذ أشياء تافية بسيطة يضخمها وينسلخ من المرؤة بهذه الطريقة حتى يبين نفسه هو الفاهم والبقية مفاهمين هذا اللي ما عنده مرؤة لا يستحق الاحترام